في الفصل حيال أسادزة كانوا بيدوروا على المنتخبات العربية الأخرى أو الإفريقية هتلعب مع من في الأجندة الدولية؟ ايه أن تفضلوا كده دون فكرة؟ يعني بس كفاه أقول لحضرك مسأل واحد تونس هتلاعب البرازيل بس تونس هتلاعب البرازيل في الأجندة الدولية؟ آه آه وانت كان عندك فرصة لعب الأرجنتين؟ يوم 27 وانت كان عندك فرصة لعب الأرجنتين؟ آه توقيت ده؟ نفس المطش في التوقيت ده؟ من المغرب هتلاعب تشيلي وبارجواي تشيلي وبارجواي أمريكا اللاتنية جمدين جدا جدا طبق طبق مصنفين؟ الجزائر هتلاعب نيجيريا نيجيريا هتلاعب الجزايا آه نيجيريا وغينيا آه أكان يعنيه حتى إنما الجزائر فماش راح أكسى العالم بس بنتي لعب فرق أفريقية كبيرة راح أكسى العالم نيجيريا مصير؟ ولمغرب عندها متشاتو عندها تشيلي والبراجواي آه ولا بتبني على آخر حاجة وصلت له انت بتبني على آخر حاجة وصلت له انت راج بفرقة واصلا نهائي كاس الأمم كانت على أعتاب اني تروح كاس العالم يبقى المفروض انت تبدأ بالأقوى بقى عشان انت تطور نفسك بقى انت عرفت انت كان سببك ايه ان انت ما كانش عندك الثقة انك تكسب السنغال دي الازمة ان احنا اولا امكانياتنا اقل من السنغال عشان نكون بدنيا وفنيا ومهاريا وكل حاجة كنا اقل من السنغال بس كان ممكن انت تعود ده بالايه لو انت كنت بتلعب منتخابات كبيرة وخدت وعملت احتكاك كويس والدور التعباني للتلات مواسم اللي انت دمرت فيهم والكرة المصرية والفرقة المصرية واللعب المصري وما عملتش حاجة تطور بها المسابقة بتاعتك او تاخد المسابقة بتتعمل عشان تخدم المنتخبات انت في ازمة وفي عندك اجندة دولية مزدحمة يبقى انت المسابقة بتاعتك تونس عملت ايه عملت دور المجموعتين احنا احسن من تونس عشان نزبط الجادو عشان تزبط تخدم منتخبها صحيح لكن انت بتدمر منتخب بتاعك عشان تتعارف الامارات هتلاعي مين في الاجندة الدولية دي الارجنتين ما هي مكانها ماخدوها بقى ماخدو المطش بتاعنا احنا احنا نقلود كنا نلعب لا مشانا كان في نوفمبر بس احنا اعتذرنا احنا الارجنتين كانت عاوزة منتخب عربي تقريبا ايه طبعا اه طبعا بصة يا قابت اني احنا احنا احترام اني النيجر وليبيريا ولكن احنا بنقلل من قيمة نجمنا الاول محمد صلاح محترامنا بقى ما اجيبش انا محمد صلاح الليفربول والدول الانجليزي بيلعب يعني ليفل يعني مش موجود في اي دولة تانية بس الدول دي ممكن نقابلها في مجموعتنا انا ما عنديش مشكلة بس انا بعمل تجربة بس انا بعمل تجربة بس انا اجيب صلاح ده ويلعب قدام ميسي ويلعب قدام نمار ويلعب قدام ميسي يعني الناس في الليفربول يقوله علينا ايه بسوأ يقوله علينا ايه والله بسوأ بسوأ بقوله اصلاح انت راح تلعب فيه طلع معمين يعني انا نجم بالحجم ده ده انا ما سدعوش صح ليبيريا ونيجيريا سيبوا يتمرن فعن في الايه توحصل ليبيريا ونيجر ونيجر ولا هي ما احترام يعني للمتخبات دي يعني ده تصليف خمس وسايا ده اجبت طيب خلينا نتمنى الخير ونتمنى وهو الخير مش هيجي لبناعمل الخير تصنفها المية وخمسين نعم ليبيريا اه تصنفها المية وخمسين ده ينفع ما انا بقول الحقيقة عشان الناس برضو تبع عارفة طب يعني نتمنى الخير بقى هيجي منين الخير يا كامس دودو دودو بعد على الخلق البدايات البدايات اللي احنا شايفينها لا تباشر الاخر بنهايات سلبية يعني طريقة ادارة ملف كرة القدم في مصر مأساة مأساة على كل مستويات قطعات ناشئية تعينات المدربين في القطعات بالحب والود وده كويس على قلبي وده مش وحش وده مكان معانا وده مش كان معانا المناطق نفس الشي اللي جان العاملة داخل التعاد يعني حدس ولا احرار وانا جاي باسمع ازاعة اون سبورت لقيتك كابتن حازم امام بيزيع سر لاول مرة بيقول انا كنا بنتفاوض مع مدربين مصريين عشان يمسكوا المنتخب الولمبي رفضوا كله ومش هقول اسماء هو مرضيش يقول اسماء رفضوا ليه قالك المتناول بتاعة اللعيبة اللي هتلعب بمتخب القلومبي يومين دول مش هاما ما فيش امسه واقولك انا الاسماء كابتن خ�� جلال مخل الجلال وواف خال الجلال كابتن جلال كابتن عحمد سامي ماهو معروفين طبعا cumpl Cenاتق هو ما nerve طب انت انت كنت فين وبعدين انت لسه دلوقت ده كارسة المنتخب القلومبي ده كارسة انت مش هتعمل حاجة في المنتخب القلومبي ده ليه بس ليه بس خلينا نخلينا نخلينا التواصل من خير فيه شخص متعين احد اللي جان المهمة داخل التحاد اولا ما عندوش اي مؤهلات للمنصب ده في اللجنة دي تحديدة غير انه كان اداري عليه ملاحيظ في نادي يعني كان اداري في نادي وخرج من نادي ده عشان عليه ملاحيظ وبلاش اكامل ده عضو في لجنة ايه يعني منتخابات في لجنة المنتخبات انا معرفش مين انت اشحا من دون ذكر اسماع بقى احنا مش هنقول اسماع لا وانا عرفه مش هنقول اسم انا عرفه بردو مش هنقول اسم عندنا مشاكل كامل ده جدا جدا ملف ادارة وتاني بكرر ملف ادارة كرات القدم المصرية سواء داخل التحاد او خارج الاتحاد سيء إلى أبعد درجة ندخل في المقال بتاعي بقى هاخد منك كلمتين عنه بس خلينا برضو عشان الناس بتفرجوا علينا وإذا كان لعبت المنتخب بتتفرج وإذا كان أي حد بتتفرج نأمل الخير وإن شاء الله يا رب بإذن الله المنتخب يؤدي أداء عظيم حتى لو أمام النيجر ولايبيريا أنا بقول يا رب إن شاء الله نكسب النيجر خمسة صفة وإلى يبيريا نديها وإن قدمتش حلو وإبقى بداية طيبة للراجل اللي جاي الجديد ده إن شاء الله هيديني إحساس بس مش هتفرق معنا في التصنيف بس ما يهمش ولا هتفرق معنا في التصنيف ولا هضيف ولا حد عيخد بيان فنيا ولا أي حاجة مش هضيف حاجة بالعكس زي ما قال الأستاذ الشريف كده دي تجربة بتنزلنا لتحت